فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ وقوله في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة يحتمل شيئين أحدهما أن الخلق هم الثقلان أهم جميع ما خلق الله في الأرض وبنوا آدم خيرهم وإن قيل بعمم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح نعم هذا كما أسلفنا أن بني آدم هم خير الخلق خير المخلوقات وربما يدخل في هذا الملائكة عليهم السلام فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل جنس الملائكة أو جنس بني آدم الله أعلم بذلك ولكن هذا يدل على أن بني آدم هم خير الخليقة ولقد كرمنا بني آدم ثم من خير بني آدم العرب من خير بني آدم العرب يعني جنس العرب ثم تزداد الفضيلة في قريش ثم في بني هاشم